موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجمال وجهك والعظيم السلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم جال جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا ميمونا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مفرودا من رحمتك يا رب العالمين اللهم انفعنا بما نسمع واجعل هذا العلم حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين وارزقنا العمل به إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير إلهنا مولانا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ولبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكنا قد وقفنا بالأمس عند الباب الثاني من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى يقول رحمه الله وذلك في الصفحة الثانية والعشرين قبل أن نبدأ كتبتم اللي طلبت منكم أمس ولا نفتش ولا ما في داعي الباب الثاني في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما يعني ترجيح القراءة القرآن على غيرها من الأعمال وترجيح قارئ القرآن على غيره من الأشخاص هذا معنى ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما ثبت عن ما مكتوب عن ذلك؟ سأوها أبي أبي مسعود ثبت عن أبي مسعود التصحيح كيف يا شباب ذكرنا بالأمس لا تشطب الكلمة وإنما ضعها ضمن دائرة واكتب إلى جانبها أو على الهامش اكتب الصواب الذي تراه إذن ثبت عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأم القوم القوم مفعول به مقدم افتحوا الميم أقرأهم لكتاب الله تعالى يأم القوم أقرأهم لكتاب بالله تعالى رواه مسلم طبعا أقرأهم تشمل القراءة وتشمل عرفة أحكام الصلاة يعني الأصل في من يجيد القراءة أن يكون عارفا بأحكام الصلاة انتبهنا كيف لذلك نحن دائما مننصح شبابنا طلاب العلم أن يبنوا أنفسهم علميا في كل العلوم مبادئ العلوم الشرعية يعني ما بيصير أنا آتي إلى علم التجويد أي علم من العلوم الشرعية وأتعمق به وأتبحر وأنا جاهل بفروع الشريعة الأخرى لا يصح يبدأ طالب العلم لابد انتبهوا ما أقول لابد من شيء من النحو شايفين كل اللي عم نقرأوا كلام شو كلام عربي قلنا القوم أقرأهم لو لن نحو كان ممكن أنا أقول يا أم القوم انتبهنا فما الذي يعرفنا أن هذه مفعول به مقدم لابد من النحو يقول ابن الوردي جمّل المنطقة بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنحو اختبل ويقول أبو بكر المقري رحمه الله لقد يدعي علم القراءات معشر وباعهم في النحو أقصر من شبري فإن قيل ما يعراب هذا ووجهه رأيت طويل الباعي يقصر عن فتري الفتر من رأس الإبهام إلى رأس السبابة هذا شو اسمه؟ فتر ومن رأس الإبهام إلى رأس الخنصر شو اسمه؟ شبر واضح؟ فإذا يعيب رحمه الله على من يتعمق في علم وهو جاهل فيما يتعلق بهذا العلم ليس ضروري أن أكون مثلاً إذا أنا بدي أشتغل بالعلوم الشرعية لا يضيرني أني ما أفهم بالهندسة أو ما أفهم بطب الأسنان أو ما أفهم بالصيدلة تلك علوم أخرى لكن الشريعة مبنية على اللغة العربية واللغة العربية لها علوم نشأت بسبب القرآن علم النحو يعلمك حركة الحرف الأخير من الكلمة ما يعلمك علم النحو؟ حركة الحرف الأخير من الكلمة بتغير موضعها في الجملة قال الله ما جاء لفظة جلالة آخره؟ ضم إن الله ما جاء؟ في الله شك جاءك انتبهت كيف؟ هذا النحو الصرف يعلمك بنية الكلمة العربية البنية من أي شيء بنيت؟ كلامنا العربي في حروف أصلية وفي حروف زائدة هذا يدرس فين؟ في علم الصرف علم البلاغة كيف العرب لما يتكلمون ماذا يريدون؟ هذا اسمه بلاغة علم البلاغة يتفرع عنه ثلاثة علوم علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع هذه الفروع الثلاثة تشكل علم اسمه بلاغة علم المعاجم المعاجم يعني مادة اللغة ساداتنا العلماء أهل اللغة الله يجزيهم عننا الخير دخلوا في الصحارة ومشوا مع البدو وصاروا يسمعون كلامهم ويكتبون ويدونون ثم أتوا بتلك المواد العلمية وصنفوها ورتبوها ووضعوها في أبواب نشع عنا كتب نشع عنا شيء اسمه القاموس المحيط للفير والزبادي نشع عنا شيء اسمه لسان العرب لابن منظور نشع عنا شيء اسمه تاج العروس من جواهر القاموس لمين للمرتضى الزبيدي رحمة الله تعالى الإمام العظيم العلم وغيرها من كتب اللغة هذه أشهرها يعني فلابد من معرفة ذلك وقال لكيف حنفهم الكلام يعني وقال لحنقرأ بعد النص غامض أو نفهمه بخلاف ما هو عليه لابد من علوم اللغة لابد من طبعا نجينا بقى للعلوم الشرعية لابد من شيء من علم التوحيد الأساس في ديننا ما هو التوحيد الأساس كيف الإنسان يعمل بالفروع وتارك الأصل فلابد من شيء من علم التوحيد حتى تكون العقيدة مطابقة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ولحظوا أني أقول شيء من علم التوحيد ما أقول يعني أنك تكون أنت عارف بالكبيرة والصغيرة والفرق الضالة اللي مرت بالتاريخ هذه الهمين أهل التخصص لكن كمسلم لابد أن تعرف لا إله إلا الله ما معناها محمد رسول الله ما معناها وما الأمور التي تدخلك في الإسلام وما الأمور التي تخرج الإنسان من الملة نسأل الله العافية لنا ولكم إذن شيء من علم التوحيد لابد من شيء من علم الفقه الفقه اللي هو أفعال المكلف وهي شعبتان فقه العبادات وفقه إيه؟ المعاملات لابد من هذا لابد فمن جملة ذلك أحكام الصلاة يا أم القوم أقرأهم المفروض اللي قارئ القرآن الناس يعتبرون مفتي الآن طالع عنا شباب يعني وجدوا صوتهم حلو وانتسبوا لحلقات التحفيظ وشجعوا ومشيوا وصاروا حفاظ قرآن والناس يقدموهم على أنه شيخ الإسلام وهو ما؟ عبارة عن نسخة من القرآن ليس أكثر نسخة من القرآن لكن يقرأ صوت حلوب لكن ما درس ما درس فالفقه شيء وقراءة القرآن شيء الأصل في قارئ القرآن أن يكون ما مقول فقيه بالكبيرة والصغيرة لكن على الأقل ما يحتاجه المسلم يعرف أركان الصلاة مبطلات الصلاة سنن الصلاة صلاة الجنازة صلاة العيد صلاة الكسوف صلاة الخسوف إلى آخره من الأشياء التي تمر علينا فلذلك يا أم القومة أقرأهم فلذلك يا طلاب العلم لابد لنا من الحديث النبوي الشريف ما عم قل لك إقراء البخاري ومسلم لكن على الأقل يا أخي مر على المختصرات يعني مر على الأربعين النبوية مر على رياض الصالحين على الأذكار مر على مثلا اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان هذا كتاب محمد فؤاد عبد الباقي الله يرحمه وعمله جمع فيه الأحاديث التي ذكرت فين وفين في البخاري ومسلم يعني على الأقل المختصرات أن تعلم شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم السيرة النبوية الشريفة لابد أن نطلع كيف النبي عليه الصلاة والسلام أين ولد أين عاش كيف نزل عليه الملك كيف واجهه قريشان كيف كيف ها إلى أن انتقل إلى رفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم لابد من معرفة هذا ولو بالمختصر ثم بعد هذه المختصرات يتعمق الإنسان بإيش بعلم أو علمين ويتخصص فيهما بحسب العلم ممكن تتخصص أنت بعلم التجويد علم التجويد دائماً أنا أقول أصغر علماً شرعي فممكن علم التجويد تتقنه وتتقن إلى جانبه علماً آخر لكن مثلاً لو دخل بالحديث الدبوي الشريف يعني بدك عمرك وعمر تاني فوق منه أيضاً ويا الله الخراج أيضاً أيضاً ما شاء الله علم الحديث الدبوي الشريف علم واسع أريد إنسان شاب يشتغل فيه من أمتى من بدايات عمره حتى يحسن يستوعب ثم يجلس للإعطاء انتبهنا كيف؟ الفقه وما أدراك من الفقه عالم ومسائل وكتب ودنيا حتى تستوعبها لا بدك وقت فتتخصص بعلم أو بعلمين بعد أن تكون أخذت من كل فن بطرف كما يقولون انتبهنا كيف؟ هكذا طلب العلم أما نأتي مباشرة إلى علم ونتعمق فيه ونحن جاهلون بغيره لا يصح هذا العمل وإذا فعل هذا الإنسان ثم انتبه أنه كان غلطاً إذا سئل في غير اختصاصه عليه أن يقول لا أعلم إياه من أن يفتي بغير علم إياه هذا خطر انتبهنا ما يقول الشاعر إذا ما قتلت الشيء علماً فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله فمن كان يهوى أن يرى متصدراً ويكره لا أدري أصيبت مقاتله يعني لا يعيب الإنسان أن يقول لا أدري ولكن يعيبه أن يتكلم بغير علم انتبهت يا شباب ما يعيبني ما كنتبه لك والله إخي ما أدري أو مثلاً هذه المسألة مرت علي من فترة طويلة أنا الآن بعيد عهد عنها إن شاء الله براجعها وبجاوبك أو بسأل أهل العلم وبجاوبك انتبهنا كيف؟ أما يتسرع يلا 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 كلام لا بد خاصة إذا أتكلم في دين الله ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب نسأل الله العافي لنا ولكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان القراء أصحاب سوها مجالس عمر ليس مجلس عمر مجالس بالجمع أصحاب مجالس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولاً كانوا أو شباناً صحيح خلي الألم بإيدك ترح يمر معنا أشياء كتير كهولاً ما مكتوب عندك؟ هي الرواية كهولاً كانوا أو شباناً هكذا الحديث في صحيح البخاري لأن هذا الحديث رواه مين؟ رواه البخاري في صحيحه لذلك نحن رجعنا للبخاري وتأكدنا منه فهكذا لفظه هناك كهولاً كانوا أو شباناً رواه البخاري في صحيحه وسيأتي في الباب بعد هذا أحاديث لا تقولوا أحاديث ممنوع من الصرف هذا شو ممنوع من الصرف؟ حكي نهم بارح صح؟ لا تأتي عليه الكسرة ولا التنوين وسيأتي في الباب بعد هذا أحاديث تدخل في هذا الباب وعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد من العلماء عليه من افتحوا الميم تبع من؟ يعتمد ضم الياء افتحوا الميم أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار وقد تظاهرت الأدلة على ذلك والله أعلم يعني في سبب في سبب ذكر الله على العين والرأس لكن إذا إنسان جلس يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما اليوم مرة؟ يعني لا شك أنها بركة وأنها أساس الدين لكن معلوماته بقيت هي هي لكن لما بيقرأ القرآن بمرمع إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم بمرمع حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى بمرمع كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين بمرمع الحج أشهر معلومات بمرمع لا يؤخذكم الله باللغبة في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان إذن القرآن العظيم كلام الباري الجليل سبحانه وتعالى ثواب وأجر وهو أعلى الذكر والقرآن ذي الذكر ما هي صاد والقرآن ذي الذكر فهو كلام الجليل لكن في نفس الوقت عم يعطيك معلومات لكن لو 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 إنسان جلس يذكر الله فقط وما عم يقرأ قرآن معلوماته بقيت هي هي أخذ ثواب الذكر أفضل ما جئت به أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله أو كما قال صلاة سلام لكن معلوماته بقيت كما هي القرآن العظيم لما تقرأه تعرف الدين انتبهت لذلك الحركات الاستعمارية التي مر بها الوطن عربي في القرن الماضي كانت دائما تشجع المشايخ الذين يطلبون من طلابهم أن يكثروا من الأذكار باليوم عشر تالاف مدر إيش وعشرين ألف مدر إيش يشجعوها ليه حتى يبقوا الناس جاهلين عرفت كيف أخباث وأسألوا يعني لا تظنوا كلامي ليس صحيح كان بعض الذين يسمون المندوب السامي الفرنسي أو غيره يعني بل يزور هؤلاء المشايخ ويحضر مجالسهم ويشجعهم ويحارب من يعلم العلم ما الذي يخرج المستعمر من البلاد العلم بزمانه عندنا في دمشق جاء المندوب السامي الفرنسي زار الشيخ بدر الدين الحسني الله يرحمه هكذا جاء من غير ميعاد على واحد يعني دخلوا على الغرفة الثانية فدخلوا على الغرفة الثانية بعدين ألو الوكي دخل لما دخل المندوب السامي قام الشيخ بدر الدين ودخل عليه دخل على مين فلما دخل الشيخ بدر الدين من دوب السامي وقف شفته على الحركة الزكية يعني هو خلاه خلاه بدل ما هو يوقف له خلاه هو يوقف يعني. احتراماً قالوا نيابا فدخل فيه مترجم قالوا يا بس ألهم عندهم بالقانون الفرنسي بجوز الواحد يدخل البيت واحد الثاني بدون إذنه. ترجم له ذلك قالوا نو. قالوا أنتوا دخلتوا بلادنا بدون إذننا ونحن ما نسامحي لكم ولا نرضي عن دخولكم. انتبهتوا من يوقف دائماً ضد العلم العلم عصمة العلم عصمة لكن تعالوا نرى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي هل أمر مرة أصحابه عشرة آلاف لا إله إلا الله وخمسين ألف استغفروا الله ذكروا الله على عيننا ورأسنا لكن إذا أنا بدي أملأ وقتي بهذه الأذكار الطويلة متى أتعلم ديني ومتى أعلم لابد يعني نحن لا نقول علم بدون ذكر كما قلت لكم بالأمس ولا نقول ذكر بدون علم لابد أن نمزج بين الأمرين لكن الشباب خاصة شو لازم يكون أغلب وقتهم العلم ويكون لهم نصيباً إيه من ذكر الله ذكر الله عز وجل لأخواننا أساس. لا تظن من كلامي أنني أقول يا طلاب العلم لا تذكر الله لا والله ما هذا قصد ولكن أقول علينا بالمنهج النبوي الاعتدال الاعتدال وأن نملأ أوقاتنا بالعلم وبذكر الله العلم ينمي لك معلوماتك ويزيدك فهماً لدينك وذكر الله ينمي لك روحك وينمي لك أسمى ما فيك وهو الروح ويصلها ببارئها لكن ليس كل الوقت كل الوقت انتبهنا كيف وبالمقابل ما في عندنا ولا معلومة لابد من أن نجمع بين الأمرين ثم أريد أن ننبه على أمر ذكر الله من فوائده وكله فوائد يعني يجعل النفس تذل لله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا جليس من ذكرني أنا جل جلاله جليس من ذكرني فالذي يجالس الحق سبحانه وتعالى ماذا يحصل لنفسه تضمحل دائماً يستشعر عظمة المولى الجليل سبحانه وتعالى وهذا مشاهد يا أخواني في علماء أصحاب ذكر ولهم أذكار وأوراد وفي علماء ما عندهم إلا العلم بنبرة الصوت نبرة الصوت تختلف والله نبرة الصوت تختلف الذي ليس له أذكر أوراد تجده يتكلم ويجعجع ويبعبع ويملأ وخديه بالله وكذا 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 مع أنه يتكلم دين لكن لا يوجد شيء لا يوجد شيء بينما العلماء الربانين تجد لما يتكلمون تجد نظرتهم مثلاً تشوفوا أنتم بالتلفزيون والدكتور زغلول النجار الله يحفظه مع أنه عالم جيولوجيا لانظروا إلى نظرة عينيه والله نظرة نظرة رجل صالح نظرة رجل خاشع بس اسمعوا نبرة صوته أحياناً تغلبه الدمعة مع أنه يتكلم بأمور كونية لكن هو يرى من خلفها من صنعها جل جلاله رجل عالم فاضل معالم في الشريعة يعني عالم في الأمور العجاز العلمي وكذا لكنه من أهل الخشية إنما يخشى الله من عباده فأنا أوصي إخواني طلاب العلم أن يجمعوا بين العلم والذكر الله سبحانه وتعالى لكن تكون الغلبة لمين للعلم انتبهنا لأنه نحن بحاجة العلماء الأمة بحاجة العلماء سامحوني أطلت في هذا الباب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر